وقلنا مدار اختيار الأنبياء على القلوب وهذا سأتي فمدار اختيار العلماء أيضا على القلوب فإن فتشنا لما اختير هذا العالم أن يكون عالم الدنيا صدق الله فصدقه ابن عباس كان يقول إن المرأة لا يؤتى الفهم بنيته كلما كان الطالب للعلم أصدق بأن يكون لله دل في علاه إذ العلم ليس غاية العلم وسيلة فكلما كان الطالب أصدق لله دل في علاه في طلب العلم لنصرة الدين رفع الجهل عن نفسي أولا والتعبد ثم نشر ذلك بأن الناس لنصرة الدين كلما كان أعمق علما وكلما كان أرسخ في الفهم وذاك فضل الله يتيه من يشاء جزاء وفاقا وأجرا تباقا قلوب طهرت فصدقت فأثمرت انظر إلى علمائنا النبلاء ابن عباس عندما أنكر عليه الأنصري ويقول يا ابن عباس يعني أطر الناس يحتاجون عليك وفيهم من فيهم من هؤلاء من صحابة رسول الله قال عليك عنه وكان صادق العزم يريد طلب العلم لتنتفع الأمة لا سيامة وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتضنا وقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل يذهب يقول فكنت أنام على عتبة أبي يسفني الريح فيخرج أبي يقول يا ابن عم رسول الله لو أمرتنا أتيناك قال لا العلم يؤتى ولا يأتي ما لكم ما لكم في هذه العصور لا تعرفون للعلماء أقدارا ولا تعظمون لهم مكانة ولا تلتفون حولهم نجاة ما لكم ما بكم أكانت الغفلة أم تلبيس الشيطان أم الهوى الذي يتبعه الناس فإن العلماء هم طوق النجاة وصدق العالم حقا يظهر في السمرة التي تثمر بأنه ينشر الخير بين الناس وأنه ينصر السنة ويقمع البدعة ويكون رافعا لراية النبي صلى الله عليه وسلم الخفاق عليها إلى السماء ترجمة نانسي قنقر